نحو ليما يشد الاف المتظاهرين من جميع انحاء البلاد الرحالة الى العاصمة البيروفية للالتحاق بالمتظاهرين الذين يحتجون منذ اكثر من خمسة اسابيع بهتافات تنادي باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي واغلاق الكونغرس واجراء انتخابات ووضع دستور جديد للبلاد مدينة اندهو الاس الواقعة جنوبية البلاد هي احدى المدن التي يسحى قاطنوها للوصول الى العاصمة للحاق بركب المحتجين عبر قافلة من الشاحنات بينما تركت قافلة اخرى عالقة في ايكا حيث منعتها الشرطة من المرور والوصول الى ليما انا متحمس لسفري الى ليما لان الاحتجاج مستمر كل الاخوة من شعب ايمارا سيسافرون للاحتجاج هناك ورغم اعلان الحكومة حالة الطوارئ لمحاولة الحفاظ على النظام الا ان انصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو الذي اعتقل بعد محاولته حل الكونغرس مستمرون في احتجاجاتهم التي اسفرت منذ اندلاعها عن مقتل 42 شخصا على الاقل خلال اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن وفي المقابل يبدو ان السلطات في ليما بدأت نوعا ما بالردوخ لمطالب المحتجين خاصة بعد اعلان الرئيسة دين بولوارتي بانها اقترحت بالفعل تقديم الانتخابات في البلاد ودعوتها المحتجين القادمين الى ليما للتظاهر بسلام وهدو نعلم انهم يريدون الاستلاء على ليما بالنظري لا كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ادعوهم الى اخذ ليما نعم لكن بسلام وهدو انا في انتظارهم في مقر الحكومة لمناقشة اجندتهم الاجتماعية ورغم دعوات بولارتي للتهدئة الا ان المحتجين يستمرون في رفع وطيرة التظاهر وقطع الطرق في جميع انحاء بيرو للضغط على الحكومة حتى تحقيق مطالبهم محمد جريمع تيري تي عربي ترجمة نانسي قنقر